اشتركوا في القناة من التعليم الابتدائي اذا على بركة الله لنبدأ الريح طاقة نظيفة اقرأ النص قراءة صامتة نقرأ النص كانت الطاقة الريحية ولا تزال واحدة من اهم مصادر الطاقة التي عرفها الانسان منذ الاف السنين فقد كانت تستعمل في الملاحة الشراعية وطحن القمح ورفع الماء الى الاعلى ومن فضائل هذا النوع من الطاقة انها نظيفة وموجودة بوفرة ومتجددة على الدوام لا تنضب ابدا لنعيد قراءة نص مرة اخرى كانت الطاقة الريحية ولا تزال واحدة من اهم مصادر الطاقة التي عرفها الانسان منذ الاف السنين فقد كانت تستعمل في الملاحة الشراعية وطحن القمح ورفع الماء الى الاعلى ومن فضائل هذا النوع من الطاقة انها نظيفة وموجودة بوفرة ومتجددة ومتجددة عفوا على الدوام لا تنضبوا ابدا بعد قراءة النص نمر الى الاسئلة الانجيز في دفتري انقلوا في دفتري ما تحته سطر ثم اضبطه بالشكل التام اذا نطلب منكم هنا تحاولوا تنقلوا اي حاجة تحتها سطر وتحاولوا تشكلوها اذا انا نحاول نشكلكم هنا تبعوا معايا كانت الطاقة الريحية ولا تزال واحدة من اهم مصادر الطاقة التي عرفها الانسان منذ آلاف السنين نستمر في المحا وطحني القمح اعلى من فضائل هذا انها موجودة بفرات ومتجددة تن هادو اللي شكلت انا تحتهم سطر مطلب منكم نقلوهم في الدفتر ديالكم وتشكلوها ارتبوا ارتبوا الافكار بحسب ورودها في النص اذا لدينا هنا ثلاث افكار مطلوب من نحن نحاول نرتب من الفكرة الاولى الى الفكرة التالية حسب النص فضائل هذه الطاقة استعمالها قديما الطاقة الريحية من مصادر الطاقة المتجددة اذا اول فكرة نبدأ بها النص هي الطاقة الريحية من مصادر الطاقة المتجددة و استخرج قيمة من النص إذن ستخرجوا شي قيمة من النص مثلا الحفاظ على البيئة الحفاظ على البيئة كثوا هنا الحفاظ على البيئة أختار عنوان آخر للنص مثلا الطاقة الريحية الطاقة الريحية أكتب خريطة كلمة وفرة إذن كلمة وفرة نحاول ندير الخريطة ديالها النوع ديالها المرادف ديالها ضد ديالها وتركيبها في جملة إذن نوع الكلمة اسم مرادفها كثرة ضدها ندرة تركيبها في جملة يعرف المغرب بوفرة الموارد الطبيعية إذن خريطة كلمة وفرة نوع الكلمة اسم مرادفها كثرة ضدها ندرة تركيبها في جملة يعرف المغرب بوفرة الموارد الطبيعية أحول الجملة الآتية إلى أسلوب التفضيل الطاقة الريحية نظيفة إذن نطلب مننا هنا نرد الجملة لأسلوب التفضيل أي نفضلها لأشي حاجة مثلا الطاقة الريحية أنظف من الطاقة الأحفورية الطاقة الريحية أنظف من الطاقة الأحفورية نزدب للحصة الثانية نجز في دفتار أعرب أعرب الكلمتين نظيفة تنضب إذن هذه الكلمة تذكرت في الناس سنحاول نعرفها حسب ذكرها في الناس إذن نظيفة هي خبر أن مرفوع خبر عرفون خبر أن مرفوع بالدم الظاهرة على آخره تنضب فعل مضارع مرفوع بالدم الظاهرة على آخره والفاعل دمير مستر تقديره هي إذن قلنا نظيفة خبر أن مرفوع بالدم الظاهرة على آخره تنضب فعل مضارع مرفوع بالدمة الظاهرة على آخره والفاعل دمير مستر تقديره هي أعرب الجملة كانت تستعمل في الملاحة الشراعية لنعرب هذه الجملة كانت فعل ماض ناقص مبني على الفتح وتأنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب واسم الناسخ الفعلي ضمير مستر تقديره هي تستعمل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضم الظاهرة على آخره ونائب الفاعل ضمير مستر تقديره هي في حرف جر الملاحة اسم مزرور بالكسر الظاهرة على آخره الشراعية نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته والجمل الفعلية في محل نصب خبر الناسخ الفعلي إذن لنكتب كانت فعل ماض ناقص مبني على الفتح وتأنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب واسم الناسخ الفعلي ضمير مستر تقديره هي تستعمل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضم الظاهرة على آخره ونائب الفاعل ضمير مستر تقديره هي في حرف جر الملاحة اسم مزرور بالكسر الظاهرة على آخره الشراعية قلنا نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته والجملة الفعلية في محل نصب خبر ناسخ الفعلي أبحث عن وزن كلمة مروحة إذا الوزن دير كلمة مروحة مفعلة مروحة مفعلة آتي بأسماء آلة على وزن مفعال أسماء آلة على وزن مفعال مثلا منشار أو مفتاح منشار أو مفتاح في النص كلمة يختلف نطقها عن رسمها أذكرها إذن في النص هناك واحد كلمة كيتنطق الرسم ديالها أفوان كيتنطق أو كيتختلف النطق ديالها عن رسم ديالها هي هذا هذا أكتب كلمات أخرى يختلف نطقها عن رسمها أدنى هذا هذا هذه ذلك هؤلاء طه وإلى آخره كلمات يختلف نطقها عن رسمها هذا عفوا هذه هذا ذلك هؤلاء طه أشكل الجملة الآتية وأعرب الكلمة التي تحتها سطر إذن عدنا إن الطاقات المتجددة نظيفة لنشكلها أولا إن الطاقات المتجددة نظيفة إن الطاقات المتجددة نظيفة والمطلوب من العربQueen ما تحتها السطر الطاقات إذن الطاقات اسمِ الن إسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنت سالم الطاقة إسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنت سالم إذن أعزائي الكرام عزيزي الكريمات كان أدول فيديو دي اليوم الشكل والتطبيقات الكتابية الريح طاقة نظيفة صفحة رقم 133 من كتاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية السنة السادسة من التعليم الابتدائي نتمنى أنكم تكونوا استفتماعنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعية الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر